فتاتاني تقتلاني في مصر في وضح النهار على مرأة ومسمع من الناس مشاهدين قد تظنوا أن هذه قصة قديمة تناولناها سابقا لشاب يقتل فتاة في الشارع بمصر لرفضها الارتباط به أو لأسباب أخرى قد تقولون أليست هذه قصة نيرا أشرف أو فتاة بورسعيد أو غيرها ممن عرضتوها سابقا يا بي بي سي ولكن للأسف هي حادثة جديدة بل حادثتان لم يفصل بينهما غير يوم واحد تفاصيلهما متشابهة بالكربون بحسب وصف الصحف المصرية التي شبهتها أيضا بجرائم سابقة لقتل نساء في أماكن عامة بمصر نورهان اختصاصية رياضية بجامعة القاهرة ذهبت كالعادة لمقر عملها ولكنها خلال اليوم فوجئت بشخص يدخل المكتب شاهرا مسدسا ثم أطلق عليها أربع رصاصات أسقطتها جثة هامدة ولاذة بالفرار لذا عثر عليه الشرطة في محافظة مطروح شمالية مصر حيث انتحر القاتل بنفس السلاح الذي استخدمه في إزهاق روح نورهان وجه القاتل كان مألوفا بالنسبة لنورهان فهو زميل كان يعمل بالجامعة أيضا تعرض لها من قبل وأحرق سيارتها قبل خمسة أعوام وحكم عليه بالسجن بسبب الأمر ولكنه عاد ليهددها حيث كان آخر تهديداته قبل قتلها بيومين لكن ما سبب هذه العداوة؟ بي بي سي تواصلت مع أحد أصدقاء نورهان ومصدر في وزارة الداخلية أكد على أن القاتل كان يرغب في الزواج من الفتاة لكنها رفضت خاصة بعد حرقه لسيارتها وتهديداته لها لكن والد نورهان تحدث لوسائل إعلام مصرية ونفى وجود علاقة بين القاتل وابنته قائلا إن الشاب قام بفعلته انتقاما منها بسبب شهادتها في مشكلة إدارية كان القاتل متورطا فيها طب هو في كلام دكتور داير أن هو تقدم الحوار؟ حصلش ما حصلش وهذا كذب لأنه ما فيش الكلام ده تم خالص ولا إطلاقا حصل هذا الحوار إطلاقا هو كل انتقام هنا إنه إزاي تتشهدي وما تبقاش أنت ما تقوليش الكلام ده كان المفروض أن أنت تنفيه كان هو عايز تقول حاجة باطل طلبنا لها مقتر من مرة ورحنا نتحايل ونتوسل المسؤولين أنه ينقلوها بعيد عن الحرم الجامعي لسه كنت أول مبرح في جمعة قاهرة شيخ زايد بطلبنا لها هناك وكل المنظف خايف على كرسي أقول لك أنت مش من سلطتي مش من سلطتي وكانت أكثر سلطتي أنها كانت ضحية وماتت مشاهدين لم تمر سوى ساعات على مقتل نورهان حتى كانت هناك جريمة قتل أخرى بحق فتاة مصرية أخرى ذكرت وسائل إعلام محلية أن اسمها شيماء ووقعت الجريمة في حي مصر الجديدة بالقاهرة هذا المقطع نشرته وسائل إعلام مصرية يظهر لحظات سقوط شيماء غرقا في دمائها بعدما أطلق النار عليها خطيبها السابق الذي رفضت العودة إليه الخطيب السابق كان يراقب ضحيته عقب خروجها من العمل وعندما شهدها تسير في شارع صلاح سالم انتهز الفرصة وأخرج سلاحا ناريا فأطلق عليها النار وأنهى حياتها في الحال تحريات رجال الشرطة قالت إن المتهمة حاولت تعدي على الفتاة قبل يومين لكنها نجحت في الفرار قبل أن يتربص بها مجددا ويقتلها الحدثتان أثرت جدلا واسعا في مصر وسط تساؤلات عما إذا كانت جرائم قتل النساء باتت ممنهجة وأيضا حول مدى انتشار الأسلحة بأيدي الأفراد في مصر خلود تقول على منصتي اكس آخر مرة رحت جامعة القاهرة مرض يوشي دخلوني بمبرد الأضافر المصدر الصغير مش المعدن وخلوني طلعته من شنطة إيدي ورميته قدامهم أحب أعرف إزاي في حد عدة صبح من نفس البوابة بمسدس لحد مبنى رعاية الشباب في كلية الآثار ضرب زميلته أربع طلقات وبعدين هرب أما علا فتقول مش أدرى أفهم المهزلة دي هتستمر لغاية إمتى البنات والنساء بتدفع ثمن تعبها واجتهادها وصبرها وشآها دم والكارثة في الوطن العربي كله بلا استثناء أما نادي فأيضا علقه ويقول واحد أتل وحدة في أهم صرح تعليمي في الوطن العربي ده جمعة القاهرة دي لو رفعت تليفونك تاخد صورة للشجرة هتلاقي أمين شرطة جايبك من أفاك ما بدخلوش حد بشرط بس في واحد دخل ومعاه سلاح وأتل وهرب لحد مطروح أخيرا يقول أحمد أظن بعد تكرار جرائم قتل البنات بسبب الرفض ده يستدعي إنشاء وحدة بوزارة الداخلية لجرائم العنف ضد المرأة ويكون في ضابطة مؤهلة ومدربة على الدعم النفسي في كل قسم تختص بتلقي شكاوي النساء سواء تحرش أو تهديد أو عنف وأظن ده ممكن يفرق كثير في تقديم البلاغات وتعاطي معها بجدية أكبر مشاهدين مؤسسات نسوية عدة في مصر نددت بالحادثتين من بينها مؤسسة قضايا المرأة المصرية التي قالت في بيان جرائم القتل للفتيات والسيدات المتكررة مؤخرا تعد جرس انذار بضرورة وجود قانون رادع لمناهضة كافة أشكال العنف المجتمعي والأسري ضد النساء وتفعيل الإجراءات الوقائية وحماية المبلغين نيرا لم تكن الأولى ولن تكون الأخيرة طالما كانت هناك تبريرات مجتمعية لقتل الفتيات والنساء كونهن لا يملكنا الحق في القبول أو الرفض أو إنهاء علاقة زوجية أو خطبة في استطلاع سابق لمؤسسة رويترز صنفت القاهرة كواحدة من أخطر المدن عالميا بالنسبة للنساء وفي بحث بعنوان قتلنا لأنهن نساء أعده مركز تدوين لدراسات النوع الاجتماعي أشارت النتائج لوقوع أكثر من خمسين حالة قتل وانتحار لسيدات خلال الربع الأول من العام الجاري أغلبها كانت وقائع قتل شكرا جزيلا لمشاهدتكم تريندين سنسعد باشتراككم بالقناة ومشاركتكم لقصصنا وإعجابكم بها والتعليق عليها